ليس جراس على رأس الحكومة البريطانية بعد فوزها بزعامة حزب المحافظين الحاكم من موليد مدينة أوكسفورد جنوب إنجليترا عام 75-900-1000 تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة ذات قناعات يسارية قوية شغلت عدة مناصب وزرية ولعبت دورا في التفاوض على اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما كانت وزيرة لتجارة الدولية انتخبت لأول مرة عام 2010 نائبة عن ساوثويست نورفولك أصبحت شخصية شهيرة بين أعضاء حزب المحافظين بسبب أرائها التحرورية في الاقتصاد والتجارة وهي ثاني امرأة تتولى حقيبة الخارجية وقالت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة عقب إعلان فوزها إنها ستقدم برنامجا لخفض الضرائب والتعامل مع أزمة الطاقة معربة عن تمكنها من اتخاذ القرارات الصعبة وعن استعدادها لمنصبها الجديد منذ اليوم الأول أعرف كيف أقود وأعرف كيف أتخذ قرارات صعبة وأعرف كيف أنجز الأمور أنا مستعدة أن أكون رئيسة المزراء منذ اليوم الأول ليست شراس تقول إنها تدرك مدى صعوبة تكلفة المعيشة للبريطانيين وهنا راحت تطلق الوعود التالية اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تمكن الأسر والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء الموالي عدم فرض أي ضرائب جديدة وإلغاء الزيادة المخاطط لها في ضريبة الشركات تعليق ما يعرف باسم الضريبة الخضراء وهي جزء من فاتورة الطاقة التي تدفع للمشاريع الاجتماعية والخضراء تعاهد بإنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع حتى عام 2026 ورفع هذه النسبة إلى 3% بحلول عام 2030 سأقدم خطة طموحة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا سأعالج أزمة الطاقة من خلال الاهتمام بالصعوبات طويلة المدى لإمدادات الطاقة هذا وسيتعين على رئيسة الوزراء الجديدة التعامل مع عدد متزايد من الإضرابات فضلا عن حكم قضائي مرتقب الشهر المقبل بشأن محاولة سكوتلندا الاستقلال عن المملكة المتحدة